ايه هو سر تفوق ليفر بول حاليا على كل فرق الدولي الإنجليزي وفرق أوروبا؟ هل هو كلوب؟ هل هو سورتي المقدمة بقادة صلاح ومانيو فرمينو؟ هل هو فرجل باندايك؟ هل هو أليسون الحارس العملاق واللي من أحسن ثلاث حراس مرمى في العالم؟ كل الكلام ده الناس بتتناقش فيه وعرفاه وباين قدامنا في الملعب ولكن دايما بيبقى فيه أبطال في الضل وده هو موضوع حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيه على البافاريا الذي يصنع ربيع ليفر بول في الأنفلد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة الحريف مع حكوم عمر شريف هنستغل الانترناشنال بريك وحالة الملل اللي جات لكل عشاء الكرة من تصفيات كلنا عارفين مين اللي هيصعد فيها وما تشطمش بالقوة اللي احنا متعودين عليها في الدوريات الأوروبية ولذلك هنستغل الفترة دي وهنتكلم على رجل الضل في الأنفل واللي هو الدكتور أندرياس كروم ماير واللي محدش هتكلم عليه خالص في اليوتيوب وده أول مرة هتلاقوا عنه السيرة الذاتية في قناة الحريف يلا بينا نخش في تفاصيل مين هو أندرياس كروم ماير وجاي منين وكان فين وإيه هي إمكانياته اللي خلت ليفربول يبقى بالقوة دي في أوروبا خلال السنتين ثلاثة اللي فات أندرياس كروم ماير يا جماعة هو دكتور وهو المعد البدني لنادي ليفربول واللي انضم اليوم في شهر سبعة الفين وستاشر بناء على إصرار من يورجين كلوب وكروم ماير كان 15 سنة شغال مع البيرني ميونيخ في الأليانز أرينا كمعد بدني وكأشياء تانية كتير تدرك فيها لغاية ما هو وصل للفريق الأول وكان هو المعد البدني للفرقة تحت خيادة لويس فانجال وتحت خيادة هاينجس وبيب جورديولا لغاية ما غير الأليانز أرينا وراه على الأنفل بناء على إصرار من إدارة ليفربول بناء على توصيات يورجين كلوب إن هو كان عايزه معاه في الكادر الفني كلوب يا جماعة هو اللي جاب أندرياس للأنفلد بعد ما مدحه كتير جدا خاصة في العام التاريخي للبيرن اللي كتب فيه السلاسية مع يوب هاينجس 2012-2013 لما فازوا على دورتمون في الفاينال شامبيونز ليج وفازوه كمان في الدوري وقدروا ياخدوا السلاسية أندرياس كروم ماير هو السبب في الجودة البدنية العالية جدا اللي بنشوف فيها ليفربول وإزاي بيتفوق على كل أندية أوروبا في القوى البدنية الهيلة جدا واللي كشفت عنها التايمز في الإسبوعين اللي فاتوا بأن فيه تحتراب بدنية عالية جدا بتمتد للبيت مع نظام غذاء صارم جدا حوالي كتيبة الكلوب لفعلا كأنها كتيبة في الجيش ولذلك بنشوف ليفربول دايما متفوق بدنيا في الملعب متفوق في الضغط العالي متفوق الفاست بيلد أب على كل فرق أوروبا وكمان ب13 أو 14 لعيب بيقدر أنه هو يكمل في 3 أو 4 بطولات لغاية نهاية السيزن من غير إصابات طويلة من غير إجهادات وده على عكس أندية كبيرة جدا زي بارني ميونيخ أو مانشستر سيتي اللي دايما عندهم إصابات واللي عندهم إجهادات واللي عندهم مستشفى دايما فتحنة في النادي وعندك ريال المدريج كمان وبرشورالي دايما ما بينتيش من عندهم الإصابات وده كله يعود بالفضل ليه أندرياس كروم ماير طب يلا بينا نشوف الراجل ده إزاي دخل أصلا الكورة وهو كان دارس طب الراجل ده دخل المجال الكاروي بعد ما عمل دورة في علم للرياضة في جامعة ميونيخ بعد ما خلص دراسة الطب وبعدها بدأ شغله يتدرك في النادي البافاري بأنه بدأ يعمل على برنامج تشخيص المواهب في أكتر من اختبار تحت 12 و 15 سنة في السرعة والتحمل والقوة البدنية وده اللي صعده واحدة واحدة في بارني ميونيخ وفي 2001 بدأ يتصعد كروم ماير بأنه بدأ يدي محاضرات في سابينشتراسي اللي هي مقر بارني ميونيخ محاضرات عن التنسيق والقوة وبعدها بقى مساعد مدرب الفئات السنية تحت 17 سنة هنا بقى وصلنا لحقبة مين؟ لويز فانجال اللي كان مستلم القادة الفنية لبارني ميونيخ وبعين الخبيرة للويز فانجال ودايما ان احنا مش هننسى نقول لطلع على جبانشتايجر وغير مركزه من الجناح المهاجم لخط الوسط الارتكاز وبعدها شوفنا جبانشتايجر ازاي كان ليه الفضل الكبير في فوز بارني ميونيخ بالثلاثية وبعدها في كاس العالم 2014 وصورته الشهيرة والدم بينزل منه وكان اقور تكازح في العالم مدافع فبالتالي شافوا لويز فانجال وقدر يصعد كروم ماير للنادي كمساعد مدرب في الفريق الاول بعد ما وصل لويز فانجال تقارير عن مدى نجاح الرجل ده في برامج الشباب في بارني ميونيخ ولكن فانجال ما استمرش كتير ومشي من بارني ميونيخ جي بعده يوب هاينكس وبعده بيب جارديولا واندرياس كروم ماير طبعا قرر انه مش هيسيب الفرصة دي واستمر فيه الاجهزة الفنية للمدربين القوية جدا العالمين الاسترطين مع بارني ميونيخ وازاي يقدر مع هاينكس يكون ضلع مهم جدا في فوز بارني بالثلاثية المحلية والاوروبية وبعدها جارديولا ونجاحاته المحلية مع بارني كروم ماير وقتها محدش يستبعده من المدربين دول لانه كان عنده العلم وكفاءة والجودة اللي اثبت لهم انه هو لازم يكون موجود في القادة الفنية او في الجهاز الفني للمدربين دول ولما سألوا اندرياس كروم ماير انت ليه غيرت الاليانز ارينا بعد 15 سنة ومسقط رأسك وليه روحت الانفلد قال لهم نادي ليفربول نادي كبير وعريك وتاريخي وانا كنت عايزة غير المدينة والجو واروح لدوري انجليزي قوي جدا وان انا اجرب شعور جديد ومنافسات جديدة خاصة الدولة الانجليزي وعد الاقوة في العالم حاليا واللي اغراني اكتر هو وجود يورجين كلوب هناك واصراره علي واصرار ادارة ليفربول ان انا اجي الانفلد واكون ضمن الكادر الفني ليفربول وقال كمان ان يورجين كلوب من احسن مدربين العالم ومن احسن مدربين المانيا اللي اثبته نفسهم في دورتموند فكنت عايز اجرب معات اجربة جديدة ورحلة جديدة وتحدي جديد ولما اتكلمت معاه شفت ازاي هو عايز يعمل في ليفربول لذفس اللي عمله في دورتموند مع طموحات اعلى واقوى وانه يقدر ياخد الشامبيونز ليج وانه يقدر ياخد الدولة الانجليزي بعد غياب طويل جدا وده كلها حاجات اغرتني غير طموح ادارية ليفربول وانهم عايزين يرجعوا ليفربول لمكانته القديمة العريقة فكل دي حاجات خلتني ان انا ادخل تحدي جديد وان انا اقدر اسيب الاليونز ارينا وبارني ميونيخ او مدينة ميونيخ ماسقط رأسي وان انا اروح اعيش حياة جديدة في ليفربول وبالفعل اندرياس كروم ماير مضيعش الفرصة وراح ليفربول وعمل انجاز تاريخي هيتكتب باسمه لتاني مرة ياخد شامبيوز ليج مع فرقتي مختلفين بعد بارني ميونيخ في 2013 عملها مع ليفربول غير نهائي ريال مادريد وشايفين دلوقتي يا جماعة ازاي ليفربول من اقوى فرق العالم اللي بتعمل الضغط العالي والارتداد السريع والهجوم السريع والازهرة اللي دايما طيرين ودايما شايفين القوة البدنية اللي عند الفرقة اللي بتخليهم متفوقين على اي فرقة بيلعبوها سواء في انجلترا او في اوروبا وده مديهم الميزة الكبيرة اللي بتخلي ليفربول مرشح دايما لأي بطولة بيشارك فيها سواء كاس عالم اندية سواء بريمير ليك حاليا تسع نقط كل ده بفضل مين الجندي المجهول اندرياس كروم ماير اللي محدش بيذكره كتير لا في الاعلام ولا في الصحافة ولا حتى في اليوتيوب اللهم ايه ليه تقرير بسيط في صحيفة الصن وبعد المقالات والاسائيس الزغيرة كده اللي مش هتلاقي عنه معلومات كتيرة وحتى مالوش صور كتيرة بنوجه تحية الاندرياس كروم ماير البافاري الجندي المجهول في كاتيب الكولوب العامل صورة بدنية في العالم حاليا وبخلي كل الناس بتتفرج عليه باربول باعجاب وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا مش هوصيكم يا ريت لايك وشير وسبسكرايب عشان فيه مفاجآت تانية كتيرة في القناة السلام عليكم كان معكم اخوكم عمر شريف